السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مسز عبير ثانير وبيتجدد لقاء مع طلبة وطالبات برايمري 5 علشان نكمل مع بعض يونت 3 فيها اللي هو فود ريليشن شابس أو العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية خدنا ان احنا عندنا 3 تايبس فود ريليشن شابس أو 3 انواع من العلاقات الغذائية اول واحدة كانت البريديشن أو الافتراس اللي فيها بريديتر وكان فيها كمان البري يعني المفترس والضحية وتكلمنا ان في ريليشن شابس تانية اسمها سام بيوزيس والسام بيوزيس دي اللي هنتكلم عنها النهار ده وهنبدأ بيها الفيديو ده واللي هي اصلا بتتكون من 3 انواع اول نوع من السام بيوزيس اسمه متواليزم الميتواليزم يعني ايه؟ يعني الاتنين بيستفيدوا من بعض تبدل منفعة يعني بمعنى ان هي فود ريليشن شابس أو علاقة اغذائية بين كائنين حيين يعني الاتنين بيستنفعوا كل واحد بيستنفعوا وبيستفيد من التاني ازاي؟ عندنا الاكزامبل أو المثال ده هي او نباتات البقليات زي الصويا، بين، فول الصويا، او البيس، البسلة، او الكلوفر، البرسين اللي بيحصل ان الـ type of plants دي او انواع نباتات دي، الصويل بتاعتها مفيهاش نايتروجين او مفيهاش كمية كفاية من النايتروجين ومش قادرة تستفيد من النايتروجين اللي موجود في الاير او في الجو فاللي بيحصل ان تتيجي انواع من البكتيريا اسمها نودلر بكتيريا زي ما احنا شايفينها هو الشلتر او بيتها فين؟ الـ roots of the plant يعني بتعيش على الجزور بتاعت النباتات بتعمل البيت بتاعتها في المكان ده طب هما بيستفيدوا ازاي من الـ relation او من العلاقة دي؟ بتيجي النودلر بكتيريا اللي هو نوع البكتيريا اللي عايش على الـ root of the plant او جزور النباتات دي نباتات البقليات بتبدأ تعمل absorb للنايتروجين من الـ air يعني بتمتص النايتروجين اللي موجود في الهوا and fix it with the root يعني كأنها بتثبته كأنها بتلزقه كده في الـ root في الجزر بتاع النبات طب هو اصلا الـ plant هياخد النايتروجين دي يعمل بيها ايه؟ to make protein عشان يعمل الـ protein to grow عشان يكبر وعلشان ينمو مين اللي جابهوله؟ النودلر بكتيريا يبقى كده النودلر بكتيريا فادة الـ legumes plant او نباتات البقليات في ايه؟ ان هي fix the nitrogen with the roots يعني بدأت تثبت الـ nitrogen بتاع الهوا او بتاع الجو اللي موجود في الـ air with the roots او بالجزر بتاع النباتات عشان الـ plant دي ياخدها وكان make its food and protein يعمل اكله ويعمل كمان protein to grow علشان ينمو وعلشان يكبر طب كده النبات استفاد النودلر بكتيريا هتستفيد بايه؟ لما الـ plant ده يعمل الـ photosynthesis process ويعمل اكله اللي هو الـ sugar هي تاخد جزء part من الـ sugar ده وتاكله يعني تاخد جزء من الاكل الـ plant اللي عمله يبقى هي كده استفادت ان هي خدت من اكله اللي هو الشوجر او السكريات وهو استفاد ان هي اديت له الـ nitrogen اللي هيعمل منه بروتين واللي هيعمل منه كمان الفوت بتاعه وهيكبر كمان منه يبقى اللي اتنين get benefit from each other اللي اتنين استفادوا من بعض ده اللي اسمه المتواليزم زي relation اللي شايفينها قدامنا دي between crocodile او ما بين التمساح and bird ما بين كمان الطيور اللي بيحصل زي ما احنا شايفين الكروكوديل ده بيعمل open head mouth يعني بيفتح بقه ليه تيجي الـ bird او العصفير والتيور دي تعمل pick up للـ food remain between the crocodile teeth يعني بتبدأ طلقة الاكل ما بين سنانه هي كده الـ bird او العصفير استفادت انها كلت كلت مين؟ كلت الفود remain زباقية الطعام بعد ما الكروكوديل اكل هيبدأ كده شوية بوائي لحمه وبوائي اكله الفود ريمين تتعلق ما بين اسنانه بييجي الـ bird ويعمل لها pick up يعني يلتقتها ويأكلها الـ bird الطيور والعصفير هي كده استفادت واكلت وضغزت جات اتس فود كالت اكلها وحصلت على اكلها لكن الكروكوديل التمساح ولا benefit ولا harm لا هتضر ولا استنفع ده اسمه common salism ودلوقتي هنتكلم عن مثال او مثال تاني على الـ common salism وهو ايه؟ هو الريمورة fish او سمكة الريمورة الصغيرة اللي احنا شايفينها دي والشارك او سمكة القرش ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الريمورة fish السمكة الصغيرة دي اتاش with the body of the shark يعني بتلتصق او بتمسك وبتتعلق في جسم سمكة القرش الكبيرة دي ليه؟ عشان سمكة القرش وهي ماشية في طريقها بتفترس بقى الفريسة بتاعتها وبتاكل طب بعد ما اكلت اتبقى من الفريسة بتاعتها شوية food remains بقايا اكل بقايا طعام تيجي الريمورة fish di feed on the food remain of shark يعني تاكل الاكل بتاحها عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفود ريمين او بقايا الطعام بتاع سمكة القرش يبقى كده الريمورة استفادت وget its food استفادت انها حصلت على الطعام والغذاء بتاعها ولا لا؟ طبعا استفادت من الشارك طب هو الشارك استفاد حاجة؟ لا طب اتضرب حاجة الريمورة دي ضريته في حاجة؟ برضو لا يبقى ده اسمه common salism هنتكلم دلوقتي عن نوع الثالث من السمبيوزيس واللي اسمه الparasytism هي عبارة عن food relationship علاقة غذائية هي between two different kinds of living organism طرفين او كائنين حيين بس مختلفين عن بعض في النوع where one benefit from the other لازم طرف منهم benefit على طول الخط دايما بيستفيد وده نون از الparasite بنسميه الparasite او التفيل والاضر one is harmed الطرف الثاني لازم يتضر مش ممكن يستفيد ابدا لازم يتضر على طول الخط وده نون از هوست بنسميه الهوست طيب لقينا الparasitism لها نوعين نوع internal داخلي ونوع external خارج external parasitism زي مثلا المسكيتو او النموسة هي بتعمل ايه؟ هي بتقف على الجلد من برا to suck the man's blood علشان طمص دم الانسان او بقى اللي وقف عليه لان هي مش بس المسكيتو او النموسة اللي بتقف وبتعمل ساكل المان بلود او بتمص دم الانسان ده فيه كمان واحدة اسمها ايه؟ jowless lambri ودي بتقف على جلد السمكة من بره to suck the fish blood وبتوع طمص دم السمكة يبقى مدام وقفت على الجلد من بره او على الجسم من بره اسمها external parasitism زي الليس والبق والفليز والموسكيتو النوع الثاني الانترنال الداخلي هو عبارة عن برازايت او توفيل بس leave inside the host body بيخش يعيش بيعمل بنتريد بيخترق جلده ويخش يعيش في جسمه من جوه يعيش بقى في الليفر في الكبدي يعيش في الانتسبن المهم انه هو يعيش inside the host body جوه جسم العائل بتاعه share the food digested food and the command tissue and cells يعني كأنه بيشارك في كل اكله ده كمان فيد وبياكله وبيتغز على مين على التشز والسالز الانسجة والخلايا بتاعت الهوست او العائل بتاعه زي الاسكارس وورم دودة الاسكارس اللي بتعيش inside human intestine او جوه الأمعاء بتاعت الانسان او بالهاريزيا اللي بتعيش جوه جسم الانسان وتتغز عليه طبعا انواع البرازايد ده او التفيل ده بيمكن يسبب امراض خطيرة جدا زي مثل الفالاريا وورم دودة الفالاريا causes elephantiasis diseases او مرض دائل فيل اللي بيسيب القدم وبيخليها متضخمة شبه رجلي الفيل فيه برضو some type of mosquitoes بعد انواع النموس اللي بتسبب المالاريا disease او مرض المالاريا البالهاريزيا بتسبب البالهاريزيس ديزيس او مرض او دائل بالهاريزيا الاسكارس كوزيس انيميا بتسبب الانيميا اخر نوع هنتكلم عنه من الفودريلاشنشاب او العلاقات الغذائية هو السابروفيتازم السابروفيتازم هي فودريلاشنشاب او علاقة غذائية in which the decomposer او السابروفيتس اللي هو الكائنات المحللة دي جيت زير فود هتحصل على غذائها عن طريق ايه باي دي كومبوزنج بتحلل الفودريمين بآية الاكلة او الديد باضز الاكسام الميتة من انواع سابروفيتازم ده زي ايه زي الصورة اللي احنا شايفينها ده اسمها pencillium fung يعني ايه يعني فطر ال pencillium اللي بنلاقيه على الورنج او على البرتقانة لما يحصل لها الرط او تعفن حاجة تانية زي bread mold fungs او فطر عفن الخبز وده لما بنسيب العيش بره لفترة طويلة ما بنحفظوش بطريقة سليمة فبيبدأ يعفن وبيظهر عليه الحاجات الخضرة اللي احنا شايفينها دي فيه كمان الماشروم fung او فطر عيش الغراب وده برضو نوع من انواع السابروفيت او الديكمبوزر اللي هي الكائنات المحللة وبكده نكون خلصنا الدرس الاول من unit 3 food relationships among living organisms مع تحيات نيس عبير سامير واستنوني في فيديو شرحة اخر درس من المنهج ان شاء الله باذن الله قريبا واستنى تعليقاتكم على الفيديو في قناتي اليوتيوب اشتركوا في القناة